اشتركوا في القناة بركاته ثم اهلا وسهلا بكم في نشرة اخبار الظاهرة من قناة السعودية والبداية بالعناوين مهلة تسوير الاراضي الفضى في جدة تنتهي غدا والامانة تستعد لبدء المرحلة الثانية المرور يدعو ملاك المركبات المهملة الى سرعة اسقاطها قبل نهاية المهلة يوم غد موانئ تضيف خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بالهندي والعراق اشتركوا في القناة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تسلم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جزان التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية لعام 2022 جاء ذلك اثناء لقائه بامين منطقة جزان المهندس يحيى الغزواني ومدير وحدة اعمال المياه في المنطقة المهندس بن درجبر ووفد التحالف الاسباني الذي يدير خدمات المياه في القطاع الجنوبي واستمع سمو امير منطقة جزان لشرح عن التقرير والخدمات التي تقدمها خدمة مياه جزان واهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2022 واعتماد مشاريع الحزمة الاولى للمشاريع المستقبلية للمنطقة وتتمثل في 69 مشروعا مائيا وبيئيا وتكمليا وتحسينيا بتكلفة 3.99 مليار ريال رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي رأس اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول للعام الحالي في بداية الاجتماع كد سمو همية الاجتماع في بحث المهم والأدوار الخاصة بالجمعية وأجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض التقرير الختامي والقوائم المالية للعام المالي المنصر وكل ما يهم عمل الجمعية واحتياجاتها وما تم تحقيقه من إنجازات ومناقشة عدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة التقى صاحب السمو الملكية لمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض برئيس مجلس إدارة جمعية العلوم السلوكية سلوك الدكتور بندر العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة واستمع سموه إلى شرح عن الجمعية وهدافها في الأبحاث السلوكية التي تعنى بالمجتمع وإعداد البرامج العلمية والتدريبية ونشر الوعي المجتمعي والمؤسسي بحضور صاحب السمو الملكية لمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض انطلقت فعالياته الأيام المروية العربية التي نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ونواه صاحب السمو الملكية لمير تركيا الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بفكرة وتعريف المروية العربية وإشكالات السردية السائدة وما تحملها من حقيقة مجتزئة وعشر إلى الفهم الدارج في الأوساط الأكاديمية لنجأة العلوم العربية التي بدأت من العرب وبالعرب الذين جالوا البلاد بحثا عما أطلقوا عليه علوم الأولين كما افتتح صاحب السمو الملكية لمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم المبنى الجديد لمركز شرطة محافظة عنيز الشرقي أطلع السمو على ما يحتويه من مكاتب وخدمات أمنية تقدم للمواطنين معكدا أن وجود مثل هذه المشاريع تترجم حرص القيادة الحكيمة إيدها الله لدعم القطاع الأمني على توفير أفضل التقنيات والتجهيزات الحديثة مشيدا بما شاهده في المركز من جاهزية غالية ضمن المبادرات التي تعنى بتعزيز دور الأوقاف وتوثيقا للإنتاج العلمي والشرعي سمو أمير منطقة القصيم يدشن إصدار المجموع الكامل للتراث العلمي للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي نتابع هذا التقرير تعظيما للآثر العلمي وتعزيزا لدور الأوقاف أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز دشن إصدار المجموع الكامل للتراث العلمي لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي نفذته مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين وبدعم من الهيئة العامة للأوقاف وطلع سمو على المعرض وما تضمنهم من مؤلفات وكتب ورسائل في مختلف الجوانب العلمية والشرعية أمير القصيم أطلق البوابة الإلكترونية لمؤلفات ومخطوطات الشيخ السعدي والتطبيق الإلكتروني واصفا سمو هذا الإصدار بالمشروع الإسلامي الضخم لإبرازي تراث الشيخ السعدي الذي كان له عطاء زاخر في الجوانب العلمية والشرعية ما في شكل هي العمل الأوقاف حريصة كل الحرص على أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة وبالذات ما يتعلق في مصارف الأوقاف المخصصة للعلم والتعليم وهذا بدورها أعتقد اليوم نحن عندنا خارطة احتياجات يتم العمل وفقها وكذلك أيضا نعمل بشمولية كاملة في قضية رصد هذا الإرث العلماء الكبير الآن الذي نعمل عليه وسين شاء الله تسمعوا قريبا عن عدد من المجموعات لكثير من العلماء في المملكة العربية السعودية بإذن الله وتضمن الإصدار مئة كتاب ورسالة في ثلاثين مجلد كما عملت المؤسسة على العناية بالإرث الشرعية من مؤلفات ورسائل ومخطوطات تم إخراجها والعناية بها في شراكة فاعلة مع هيئة الأوقاف هي تربو عن خمس وستين مؤلف وهذا عمل بلغ هذا الجهد وهذا النتاج إلا من جهود هيئات مثل هيئة الأوقاف العامة ومؤسسة الشيخ محمد الصالح العثيمين أضف إلى ذلك أن هذا العمل وهذا التجميع كان أيضا جهود أخذ مننا وقت طويل حتى أخرجنا هذه المجموعة الكاملة وتبلغ تقريبا أكثر من ثلاثين مجلد دعما للمشاريع الوقفية العلمية والشرعية والعناية بإنتاج العلماء وأصحاب الفضيلة جاءت هذه المبادرة بين مؤسسة الشيخ ابن عثيمين وهيئة الأوقاف تجسيدا لعناية الدولة حفظها الله لدعم المشاريع الوقفية ونشر العلم الشرعي لأخبار السعودية علي العطينان عنيزة من جهة ثانية شهد سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة توقيع اتفاقية تعاون بين المدرية العامة للشؤون الصحية في منطقة القصيم ممثلة ببنك الدم الإقليبي وشمعية أصدقاء بنوك الدم عكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التبرع التطوعي لدى المجتمع والإسهام في تطوير خدمات بنوك الدم وتعزيز التعاون المشترك في كل ما يخص تأمين وحدات الدم الآمنة بطريقة تطوعية والإسهام في رفع الوعي المجتمعي لحثهم على الإقبال على تبرع الدم التطوعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كما رأس سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أماناء صندوق القصيم الوقفي اجتماع اللجلة التنفيذية لمجلس أماناء الصندوق ونوه أمير منطقة القصيم بما تحقق من مخراجات إيجابية ونمو في صندوق القصيم الوقفي الذي شهد خلال الفترة الماضية عملا منظما أسهم في تنميته وإدارته وفق حوكمة وعمل مؤسسي يعكس مستهدفات الصندوق وأكد الحرص على التنوع في البرامج التي تسهم في تنمية موارد صندوق القصيم الوقفي من خلال اللجان المكلفة للاستثمار بما يعود بالخير لمستهدفات الصندوق التنموية رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اجتماع مناقشة المشاريع البلدية في محافظة بل جراشي وبحضور المحافظة ورؤساء البلديات وأشدد السمو بالجهود المبدولة حيال معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتأخرة حاثا على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المتميزة وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في موعدها وأشدد السمو على تكتيف الجهود لدعم ملف الاستثمار في المحافظة التقابل تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف تقرير أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد لعام 2022 وتقريرا مماثلا لجهود الفرع بأعمال الحج كما دشن السمو الدورة العلمية الموحدة في المنطقة وطل على محتواه التقريران من إنجازات ومشاركات الفرع الفاعلة وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة شاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير الفرع محمد الدخيل نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حضر وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبد العزيز أستيري حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وفيها بعد الفاصل بمشاركة أكثر من 28 جهة مركز المبادرات التنموية في إمارة تابوك يقيم ملتقى الشراكات الأول في المنطقة أهلا بكم الجديد أطلق مركز المبادرات التنموية في إمارة منطقة تابوك اليوم ملتقى الشراكات الأول بمشاركة أكثر من 28 جهة من القطاع العام والخاص والقطاع الثالث وذلك للخروج مبادرة تنموية تخدم المنطقة ورؤية المملكة 20-30 نتعب على هذا التقرير أطلق مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تابوك ملتقى الشراكات الأول بمشاركة أكثر من 28 جهة من القطاع العام والخاص والقطاع الثالث وذلك للخروج بمبادرات تنموية تخدم المنطقة ورؤية المملكة 20-30 إن مركز المبادرات النوعية بإمارة المنطقة اليوم جعل لنا نقطة تحول ونقطة توجه نحو الهدف وما تقوم به الإمارة مشكورة في توحيد جهود وأهداف جميع المؤسسات والقطاعات يثمن أيما تثمين وإن شاء الله نستهدف في جلسة التركيز الأولى والجلسة الثانية كثير من المستهدفات حصرت في الجلسة الأولى مبادرات كثيرة للمؤسسات الربحية وغير الربحية يهدف الملتقى إلى رفع مستوى التنسيق والدعم بين مختلف الجهات بالمنطقة للمساهمة في الشركات الاستراتيجية والتعرف على ما يعمل عليه الشركاء من مبادرات بالمنطقة اليوم موجود حدد كبير من هالجهات في هذا الملتقى يدعم جهود محمية الملك سلمان في تحقيق مبادراتها ومستهدفاتها أيضا يقلل من عملية تنفيذ المبادرات المزدوجة ويقلل أيضا التكاليف يقلل الجهد كما يعمل الملتقى إلى إتاحة الفرصة للشركاء لتبادل الخبرات والمعارف المرتبطة بأفضل الممارسات في مجال المبادرات التنموية لأخبار السعودية سلطان المرواني تابوك بلغت تبرعات الحملة الشعبية لغاثة متضرر زلزال تركيا وسوريا أكثر من 461 مليون ريال حتى الآن فيما اقترب عدد المتبرعين من المليوني متبرع في منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة أعلنت شؤون الحرمين استفادت أكثر من 45 ألفا من البرامج التوجهية والتوعوية في أرجاء المسجد الحرام وساحاته منذ بداية العام الحالي على ذلك بتغطية صحن المطاف والمواقع حول الكعبة بكفاءة مؤهلة علميا لأداء مهمها وفق اختصاصها ومسؤولياتها لتحقق أهدافها المرسومة لها بالأسلوب الأمثل في التوعية الميدانية للمعتمرين والمصلين وفق عدة مبادرات وبرامج استفاد منها 45 ألفا مستفيد منذ بداية العام الحالي يعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق تنمية عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في بعض من أحياء جرول الواقعة بين الدائر الأول والثاني من الجهة الشمالية الشرقية ولمزيد من التفاصيل حول ذلك يلتحق بنا من مكة المكرمة ومرسل أخبار السعودية الزميل أيمن التبيتي أيمن أهلا وسهلا بك ابتداء ثم ما قلنا أيمن عن هذا البرنامج وعن إجراءات النزع التي بدأها وكيف سيكون أثرها جليا على التنمية المجتمعية في المنطقة شكرا يوسف حييك وحيي كافة متابعي أخبار السعودية من هنا من حي جرول وهو الواقع بين الدائر الأول والدائر الثاني في العاصمة المقدسة وأيضا يعتبر من الأحياء القريبة جدا من المسجد الحرام يعني كما أعلنت في الخبر وأيضا كما ترصد كاميرا أخبار السعودية هذه اللوحة التي تم وضعها قبل عدة أسابيع وهي حول إعلان بدء إجراء نزع الملكية من خلال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية طبعا العقارات التي سوف يتم إزالتها بمشيئة الله تعالى زميلي يوسف المتابع الكريم هي ما تشاهده عبر كاميرا أخبار السعودية وخلف هذه اللوحة سوف يتم إزالة هذه العقارات بالكامل بعد عدة أشهر بمشيئة الله تعالى بعد استوفاء الشروط من أصحاب العقارات وأيضا المحلات التجارية حيث تم إختار جميع ملاك العقارات وأصحاب هذه المحلات بنزع ملكية تلك العقارات طبعا هذه المناطق وهذه الأحياء زميلي يوسف تعتبر من الأحياء المستهدفة وهذا ما أعلن على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأن هناك أكثر من ثلاثين حي مستهدف للتطوير وللإزالة وهذا يتواكب ويتواء مع جودة الحياء رؤية المملكة عشرين ثلاثين طبعا هذه الأحياء القريبة من المسجد الحرام هي تعتبر مستهدفة بالدرجة الأولى لإقامة المنشآت الفندقية وأيضا إقامة الوحدات السكنية التي تستوعب أعداد كبيرة من المعتمرين والحجاج على مدار العام كما تعلم الرؤية تستهدف ما يقرم من ثلاثين مليون معتمر فبالتالي لا بد أن تكون هناك عدد كبير من المنشآت الفندقية وهذا يتطلب إلى أيضا نزع عدد كبير من العقارات وخاصة من المناطق التي تطل إطلالة مباشرة وتكون قريبة من المسجد الحرام فبالتالي هذا الحي يعتبر من الأحياء المهمة جدا وأيضا وهي التي تقع شمال المسجد الحرام بشكل مباشر على باب الملك عبد الله رحمه الله في التوسعة السعودية الثالثة تقدر المسافة لهذا الحي حتى المسجد الحرام يقرب من نصف كيلو متر هذه الأحياء تعتبر من الأحياء القريبة جدا للمسجد الحرام طبعا برامج التنمية يوسف خصص مقر لاستقبال جميع الأوراق الثبوتية الله أكبر جميع الأوراق الثبوتية في غرفة مكة لاستقبال أصحاب العقارات وأصحاب المحلات لتقديم أوراق الثبوتية لكي تتم الإجراءات المتبعة حول تعويض أصحاب تلك العقارات هذا كله زميل يوسف والمتابع الكريم يأتي لكي تكون هناك منشآت فندقية تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المعتمرين والحجاج نعم أيمن يعني كيف ترى وتتوقع أن يكون أثر هذا النزع على الخدمة المجتمعية وعلى أيضا التنمية المجتمعية داخل هذه المنطقة المنزوعة أشكرك يوسف على هذا السؤال يعني طالما اليوم نحن نعيش لله الحمد والمن في عهد الرخاء والأمن والاستقرار وأيضا هذه الرؤية التي سوف تحول هذه المناطق العشوائية إلى مناطق حيوية وإلى منشآت فندقية خاصة الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق التي هي قريبة جدا من المسجد الحرام والمسجد النبوي خلينا نتحدث أيضا يوسف عن نقطة مهمة يعني هذا هو حي جرول بالكامل تشاهده عبر كاميرا أخبار السعودية أيضا أستهدف هذا الحي في عام 1434 أستهدف لتوسعة السعودية الثالثة حي أزيل ما يقرب من 230 عقار حيث تم إنشاء أكبر محطة كهرباء لتوليد الكهرباء لصالح التوسعة السعودية الثالثة هذه المحطة هي خلف المباني التي تشاهدها أزيلت تلك العقارات لصالح مشروع التوسعة السعودية الثالثة تم تعويض أصحاب العقارات وذلك أن تلك العقارات كانت لصالح مشروع التوسعة السعودية الثالثة يعني كما تشاهد أيضا هذه المركبات هي تقل المعتمرين إلى المدينة المنورة لذلك تعتبر هذه الأحياء من الأحياء القريبة جدا إلى الحرم المكي الشريف وستخفع بالتطوير بالكامل حتى تكون رافد مهم من روافد التنمية وأيضا لكي تستوعب أعداد كبيرة من المعتمرين والحجاج من خلال منشآت فندقية حديثة وأيضا كل الوسائل والطرق التي تسهل وصول المعتمر والحاج إلى الحرم المكي نعم الزميل أيمن أثبيتي وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من مكة شكرا جزيلا لك أيمن هذه التغطية وشكرا لك هذا الشرح وهذا الإسهاب حول هذا الموضوع شكرا جزيلا لك تنتهي يوم غد مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور في الأول من الشهر الثالث من عام 2022 عضعت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم أكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغة تسجيلها التشليح أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اختتمت فعاليات المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القلوني والمستقيم الذي ينظمه مستشفى الملك فيصر التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وذلك بمشاركة 45 متحدثا عالميا ومحليا استمر لثلاثة أيام ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الرعاية الصحية المتقدمة في جميع أنحاء العالم كما استعرض المنتدى أحدث التقنيات الجراحية والطبية المستحتة في علاج أورام القلون والمستقيم هذا ويسعى التخصصي من خلال شراكته مع الجمعية السعودية لجراحة القلون والمستقيم إلى تعزيز الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وللحديث أكثر حول هذا المنتدى مشاهدين الكرام يصرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة سمر الحمود وهي استشارية جراحة القلون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي دكتورة سمر أهلا وسهلا بك ابتداء إلى نشرة الظاهرة ثم دكتورة ماذا عن هذا المؤتمر وهمية عقاده وكيف كان سير جلساته وتبادل الخبرات والتجارب من خلاله بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على دعمكم للمنتدى كما هو معروف الآن بفضل من الله قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية يشهد تحولا كبيرا جدا يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية لرؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كرائدة ليس فقط في مجالات عدة ولكن منها مجال تقديم الرعاية الصحية على أفضل مستويات نعتبر المنتدى أحد هذه المنصات التي يمكن أن تعزز أهداف هذه الرؤية حيث أنه جميعا يجب أن نساهم في تقديم أفضل الخدمات نكون وجهة حتى في القطاع الصحي والرعاية الصحية لدول العالم الدول المجاورة فكان الهدف من هذا المؤتمر هو تبادل خبرات مع أعرق المراكز العالمية لدينا متحدثين ولك الحمد من الولايات المتحدة من البرازيل من ألمانيا دول أوروبا والدول العربية ودول مجلس الخليج هذا يعكس أهمية ما وصلت إليه القطاع الصحي المنتبيات العلمية على مستوى المحافل العلمية العالمية نعم طبعا نهدف إحنا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسهام في تطوير الأداء المهني والعلمي والتعاون مهم التعاون ليس فقط من خلال المؤتمر ما ينتج بعد المؤتمر أمراض القلون المستقيم من أكثر شيوعا وبالذات سلطان القلون المستقيم ونسعى إلى الوصول إلى أفضل المستويات في العالم ونستقصب الناس اللي يتم علاج مثل هذه الأمراض في المملكة نعم دكتورة وأنا كنت سأسألك عن مخرجاته ومخرجات هذا المؤتمر والمنتدى وما مدى تعويلكم عليها في معالجة أمراض القلون المستقيم وابتداء طرق علاجية أكثر نجاعة ونتائج يمكن اللهم لك الحمد المنتدى بوجود أفضل خبراء العالم في علاج أمراض سلطان القلون المستقيم أولا قدمنا لهم خبرتنا المحلية طرق العلاج ونتائج علاج المرضى ولك الحمد تقريبا مشابهة لما يتم اتباعه في أحدث المراكز العالمية بالعكس كانوا جدا منبهرين أخذناهم على المستشفى بنوع المنتدى ونوع الخدمة العلاجية وأحدث تقريبا أحدث ما توصل إليه فالآن صرنا في موقع شراكة بيننا وبينهم بالعكس يمكن نسوي أبحاث مشتركة طرق العلاج نشارك في نشر أفضل النتائج بإذن الله يكون تعاون بيننا وبينهم يعني أعتقد هذه منصة لتعزيز تبادل الخبرات تطويل أحدث مستويات بالنسبة لما نقدمه من علاج للمرضى بإذن الله نعم الدكتورة سمر الحمود وأنت استشارية جراحة القلون المستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصص شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة أعلنت أمانة جدة عن قرب بدء المرحلة الثانية لقرار تسوير الأراضي الفضاء على عشر محاور وشوارع رئيسي وأشارت لأن غدا الأربعة هو نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير أكانت الأمانة قد دعت ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة الممنوحة لهم تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية واجهة جدة البحرية تستعد لاستقبال أكبر حدث عالميا يتمثل في المرحلة الأخيرة من استعداداتها لتنظيم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة سباق جائزة السعودية بل سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا والتي تحتضنها جدة تنطلق فعاليات سباقه في السابع عشر من شهر مارس وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته سيكون سكان جدة على موعد مع فعالية مليئة بالتشويق والإثار وتجربة أجواء السباقات العالمية من خلال سلسلة سباقات السيارات الأرقى والأكثر شهرة في العالم وللمزيد من التفاصيل حول ذلك نضم معنا من هناك مراسل أخبار السعودية زميل عبدالله أهلن وسهلا بك ابتداء ثم هل لا وضعتنا والمشاهد الكريم في ضوء هذه الاستعدادات وقل لنا أيضا عن هذا السباق وكافة أبعاده سواء الترفيهية أو كذلك السياحية وأيضا الاقتصادية الله يمسيك بالخير يوسف ويمسي متابع أخبار السعودية الحقيقة نتواجد الآن في هذا المكان وهو الجسر العائم على واجهة جدة البحرية هذا الجسر هو المقابل لمقر سباقات الفورميلا هذا السباق والحدث العالمي الذي تتداوله كافة وسائل الإعلام بالعالم العام الماضي نظمتها المملكة في مرحلته الأولى وحققت نجاح كبير من خلال المشاركات التي شارك بها أفضل متسابق العالم هذه الحلبة تعد الأحدث والأكبر والأطول على مستوى العالم تمتد أطوالها إلى ما يقارب 6 كيلو و150 متر مربع وهي ذات السرعات العالية الأعلى في العالم حيث تصل السرعة داخل هذه الحلبات إلى ما يقارب 255 كيلو متر في الساعة وهذه سرعة عالية هذه الحلبة جهزت بكافة وسائل السلامة وجهزت أيضا بأحدث الامتيازات العالمية التي يطبقها الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية هذه الفعالية سينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وستكون هنا في واجهة جدة البحرية هذه الفعالية تم الإعلان عنها مسبقا منذ فترة طويلة وتم طرح التذاكر الخاصة بها قبل ما يقارب 10 أيام أيضا هناك فعاليات عدة ستكون فعاليات ثقافية فعاليات غنائية فعاليات احتفالية يستطيع من خلالها الزائر لهذا المكان أن يحظى بثلاثة أيام يتم خلال الاستمتاع بكل ما يقدم سواء على المجال الرياضي أو المجال الفني أو المجال الثقافي أيضا هناك فعاليات أخرى خارج حلبة السباق ومنها التعريف بهذه السيارات الخاصة بالسباقات أيضا تجربتها من قبل السائقين وعرضها أمام الجمهور لكي يتمكنوا من التعرف عليها وعرض مميزاتها وأيضا صناعتها وقوة محركاتها جميع هذه التجارب ستكون مباشرة وحاضرة يحظرها الجمهور من خلال مواقع جهزة خارج حلبة السباق يستطيع الزائر أن يطلع على جميع التجهيزات سواء كانت فيما يختص باللبس الذي يلبسه السائقون وهو لبس معد بتصاميم عالمية معينة للحفاظ على سلامتهم أو للتعرف على المركبات نفسها أيضا سيكون هناك تنوع ثقافي يعبر عن الثقافة السعودية والتعريف بها ومقدرة أبناء الشعب السعودي على تنظيم هذه الفعاليات وأيضا نقلها بصورة حية للعالم أجمع لكي يتم الاستمتاع بها خاصة إذا ما عرفنا أن هذا السباق يعد من كبريات السباقات التي تقام على مستوى العالم وتستضيفه ثلاثة أو أربع دول آخر محطاته العام الماضي استضافتها أبو ظبي والبحرين ومن قبلها المملكة ها هي الآن تعود من جديد ليتم استضافتها من قبل المملكة في هذه الحلبة هناك أيضا تنظيمات معينة للزائرين للدخول إلى واجهة جدة البحرية سيتم التنسيق فيما بين الجهات الأمنية وواجهة جدة البحرية لكي يتمكن الجميع ممن يرغب في حضور هذه السباقات بالاستمتاع بها وأيضا ممن يرغب في الاستمتاع بواجهة جدة البحرية نعم زميل يوسف نعم زميل عبدالله الغامضي وأنت مراسل واخبار السعودية كنت معنا مباشرة من جدة شكرا جزيلا لك عبدالله هذه التغطية وهذا الحضور وهذا الشرح وهذا التفصيل لمجريات هذه البطولة بإذن الله تعالى وهذا السباق شكرا جزيلا لك نشرطنا مستمرة مشاهدين الكرام ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم جديد أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ عن إضافة شركة ملاحة جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليميين والدوليين يأتي ذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي للهيئة بتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترصيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات أسهمت جمعية إمكان في جدة من تمكين فئة الصم بمختلف المجالات مع تأهيلهم لمواجهة تحديات الحياة ضمن إطار برامجها التنموية البسيطة المزيد في سياق التغير التالي نهتعبها تنفذ جمعية إمكان عدة برامج وأنشطة للصماوات يهدف إلى تطوير وتحسين قدراتهن الثقافية ودمجهن في المجتمع إضافة إلى التوعية الصحية نحن بنخدم الفتيات الصماوات كمستفيدات عندنا بنعطيهم دورات وبنطورهم اجتماعيا وثقافيا وبنزوجهم وبنعطيهم كورسات كثير في الرسم والخياطة فطبعا من ضمن الإنجازات اللي صارت حديثا أنه نحن صار عندنا فريق البولينغ انضم لنا من السيدات فصار عندنا فريق يلعبوا فيه دوليا ومحليا وكمان بالإضافة الآن عندنا مجموعة من الفتيات الصماوات سافروا إلى الأردن وهم أول فريق شطرنج سيدات صماوات سافروا إلى الأردن لحضور المسابقات الآسيوية يعد الرسم أحد البرامج التنموية التي تساعد على الإبداع وكذلك برنامج التدريب على الخياطة الذي يزيد من القدرة الإنتاجية الحمد لله نحن بنخطو خطوات جدا سريعة في خلال عام 2022 صار عندنا فريقين صار عندنا إنجازات صار عندنا مقر الجمعية مشاركات وصار عندنا لجنة مترجمين لغة الإشارة فصار عندنا نقدر نترجم ونقدر نقدم دورات لغة الإشارة فطموحنا جدا واسعة نتمنى أن الصم يشتغلوا في كل مكان ويكون لهم أولوية ولهم أحقية في العمل وفي الزواج وفي كل شي خصهم زيهم زينا تسهم الفعاليات الاجتماعية إسهاما كبيرا في منحهن المكانة الطبيعية في المجتمع خاصة الفعاليات المقدمة لهم بلغة الإشارة من متخصصين وتزيد أيضا من وعيهن وتقافتهن والمعلومات الهامة التي يحتجن إليها بسبب فقدانهن السمع أبرار باهبري جدا تنظم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم ملتقى الربيع التدريبي 2023 خلال الفترة من الثالث وحتى الرابع عشر من مارس بمشاركة مائتين وسبعة عشر موهوبا وموهوبا من تسع عشرة إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم انطلاق جائزة الرث في نسختها الأولى للتوثيق البصري لعناصر المحمية كاف وذلك بهدف توثيق وجهات ومواقع متميزة كون المحمية وجهة للسياحة البيئية وإبراز عناصر طبيعية متنوعة ذات جمالية عالية داخل حدود المحمية حددت منصة سكنية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات الاستفادة من خدمة المستشار العقاري والمميزات التي تعود على المستفيد منها أوضحت المنصة أن مميزات خدمة المستشار العقاري تتضمن تقديم توصيات تمويلية من عدة بنوك مختلفة وتقديم الطلبات بشكل مؤتمن بالكامل يرعى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبلالة المنبيه السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن اليوم ختام دوري هجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن وذلك على ميدان محافظة الرماح بعد منافسات حاملة شهدتها المراحل الأولى من السباق وكانت اللجنة المنظمة للميرجان رصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى يذكر أن منافسات دوري هجان في نسخته الثانية أقيمت في تسع مناطق في المملكة انطلاق المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة في المنطقة الشرقية في مدينة الظهران حيث تتنافس الفرق المشاركة في خمسة ألعاب جماعية وفرضية مختلفة في مرحلتها الثانية وبعد أن كانت في تابوك تأتي دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة إلى المنطقة الشرقية وتحديدا الظهران بخمس رياضات مختلفة لرفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لمنسوبي القوات المسلحة الالتقاء بالزملاء من سوبي القوات المسلحة بالقطاعات العسكرية في محفة الحمد لله رياضي رائع جدا للحصول على الفائدة أو للوصول للفائدة المرجوة طبعا البطولات هذه وللحمد تقريبا نحن نتكلم عن 18 بطولة على مدى عشرات السنين الماضية كانت كلها الهدف منها هو الالتقاء الأخوي في هذه الدورة يشارك أكثر من 3000 رياضي يمثلون القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الصحية إضافة إلى تحكيم الرياضات من قبل الاتحاد السعودي أغلب الحكام المتواجدين في هذه البطولة هم حكام معتمدين من الاتحاد السعودي ويديرون مباريات رسمية في دوري روشن للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى يلو للمحترفين فأغلب الحكام المتواجدين على قدر كبير من الخبرة لأهمية هذه المباريات اللي هي القوات المسلحة الثامنة عشر أربعة عشر رياضة تتضمنها دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة مقسمة على ثلاث مراحل لأخبار السعودية أنفال الحارثي الظهران يخض المنتخب السعودي الأول ليومي الرابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس المقبل لقاءين تجريبيين أمام منتخبي فنزولا وبوليفيا تواليا سيجري الأخضر معسكرا إعداديا في جدة خلال الفترة من العشرين حتى الثامن والعشرين من الشهر المقبل تزامن مع أيام الفيفا ذا وتقام المواجهتان التجريبيتان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة يواصل المنتخب السعودي تحت عشرين عاما في العاصمة الأسباكية التاشقند استعددته لخوض منافسات كأس أسيا الفين وثلاثة وعشرين تحت قيادة المدير الفني للأخطر صالح المحمدي يذكر أن المنتخب السعودي الشاب سيفتتح مشاركته في منافسات كأس أسيا ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة غرغستان الجمعة الثالث من مارس ثم يلعب ضد الصين واليابان يومي السادس والتاسع من الشهر نفسه كأس هيرو سانتوش السادس والسبعين أو بطولة كرة القدم الوطنية الهندية سوف تقام للمرة الأولى خارج البلاد وتحديدا في العاصمة الرياض في الفترة من الأول إلى الرابع من مارس من عام الفين وثلاثة وعشرين وستقام المواجهات على أرض استاد الملك فهد الدولي مبارتي الدور نصف النهائي حيث يلتقي بنجاب مع ميغالايا وسيرفيزز مع كارنتاكا ثم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية توقع المركز الوطني للارصاد اليوم أن تكون الفرصة مهيئة لهطول امطار الرعادي على أجزاء من مرتفعات نجران جازان عصير الباحة وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة المدينة المنورة وتبوك كما توقع المركز انقفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة أما الآن مشاهدين الكرام فننتقلوا باتصار هاتفي مع المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد الأستاذ عقيل العقيل أستاذ عقيل أهلا وسهلا بكم أولا ثم ماذا عن حالة الطغس والأجواء بشكل عام والتي ستتأثر بها أجواء المملكة خلال الساعات القادمة سهلا 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 يوسف يعني الآن هي حالة من عدم الاستقرار وتقلبات الجوية وهذا من عواية الفترات الانتقالية مع نهاية فصل الشتاء ودخول الربيع أرصادية البقية إن شاء الله تعالى أقل من يوم لدخول فصل الربيع تلكيا حيث يدخل أرصادية عفوا حيث يدخل الربيع أرصادية يوم واحد من شهر مارش إن شاء الله تعالى يعني غدا ولذلك هذه الفترة تكثر تقلبات الجوية وتكثر بها كذلك عن المثارة والقناة الترابية في هذه الفترة إن شاء الله تعالى التقلبات الجوية ستكون واضحة على مراتك الشمال الشرق المملكة وشرق المملكة والمناطق الوسطى إن شاء الله تعالى نعم أستاذ عقيل جاء في تقرير المركز توقع في انخفاض درجة الحرارة على أجزاء من مناطق المملكة ما هي خارطة هذه الأجزاء وكم ستبلغ درجة الانخفاض وما مدتها المتوقعة؟ الذي يكون انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة وحتى المناطق الشمالية من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين العشرة حتى الـ 14 درجة مياوية على مناطق وسط وشرق المملكة الانخفاض المنموس والتبير في درجات الحرارة ليس واردا خلال هذه الفانة الجوية إن شاء الله نعم الأستاذ عقيل العقيل وأنت محلل الطقس في مركز الأصاد الجوية شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر 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 موانئ تضيف خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بالهندي والعراق شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله